تصبغات سوداء سمراء أسفل الجفن السفلي للعين ولدينا مجموعة أسباب تشرح لك سبب تشكل اللون الداكن في الجفن أو على الجفن السفلي حول العين واحد قد يكون عام الوراثي ويحدث عند فشل بعض الخلايا المنتجة لصبغة الميلانين في الوصول لطبقة البشرة وبقائها في طبقة الأدمة مما ينجم عنه لون داكن هنا لا يوجد حل نهائي ثانيا فقر الدم بسبب انخفاض مستوى الحديد في الجسم هنا النساء أكثر إصابة أو عرضة للإصابة بسبب الحيض وفقدان الدم وهنا ننصح بتناول كابسولات الحديد مرة بيئة اليوم على الريق وتجنم منتجات الألبان والأجبان لأنها تمنع امتصاص الحديد في الجسم وننصح أيضا بتناول الكبدة من اللحم والسبانخ ثالثا عند الإصابة بيئة الحساسية والجيوب الأنفية واحتقان الأنف وفرق العين بشكل مفرط وبالتالي تجمع الدم بيئة الأوردة الواقعة أسفل العين لعدم قدرتها على العودة إلى القلب وتمدد الأوعية بسبب وجود الهستامين لذلك يجب علاج السبب هنا وننصح باستعمال ظروف الشاي الباردة ويتم وضعها تحت العين رابعا قلة النوم والسهر المتواصل والتعب والإجهاد والتعرض المباشر والمتواصل لضوء التلفاز أو ضوء الهاتف تسبب ذلك وننصح هنا بالنوم الكافي والمشي الصباحي المبكر في الحداء خامسا يجف الجلد وتقل سماكته عند التقدم بيئة العمر بسبب فقدان الكولاجين والدهون تحت العين وهنا ننصح ببضع قطرات من زيت اللوز الحلو يتم دهن الجفن السفلي كل يوم سادسا احتباس السوائل بسبب الإفراط في تناول الملح والتدخين وشرب القهوة والمشروبات الكحولية لذلك ننصح بيئة تقليل هنا من كل ما ذكرته سابعا عندما يكون الكبد متعب من كثرة السموم هنا أنصح بي نبات حليب الشوك لتنظيف الكبد أو نبات الأرض الشوكي أو الحليب العادي مع الكركم الطبيعي أصيكم بجل الصبار على مكان الهالات السوداء وكذلك الأمر وضع القليل من العسل مع زيت السمسم كذلك الأمر أصيكم بزيت عرق السوس على المناطق الداكنة أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر